اكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ان شهر رمضان المبارك التاسم بمكانته العظيمة وروحانيته التي تتجلى في تعزيز القيم النبيلة القائمة على التواصل والتراحم والخير والمحبة بين مختلف مكونات المجتمع البحرني ويعد فرصة سانحة لتقوية الروابط بين ابناء الوطن وتجديد العزائم بروح الاسرة الواحدة مشيرا سموه إلى همية الحفاظ على العادات الرمضانية المتوارثة من الآباء والأجداد والتي لها دور في ترسيخ الثوابت الوطنية لمواصلة رفض الجهود الساعية لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطى نهجها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والتي تحظى بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك خلال حضور سموه مأدبة السحور التي اقامها سلاح البحرية الملكي البحريني حيث كان في الاستقبال اللواء الركن بحري أحمد محمد آل بن علي قائد سلاح البحرية الملكي البحريني بالوكالة وعدد من كبار ضباط السلاح البحرية الملكي البحريني حيث نوه سموه بما لهذا الشهر الفضيل من روحانيات تنعكس على تعزيز التواصل وتعميق الروابط والصلات بين مختلف أفراد المجتمع مشيدا سموه بالجهود التي يبذلها منتسب سلاح البحرية الملكي البحريني خدمة للمصلحة العليا للوطن وذودا عن حدوده وتمنيا لهم كل التوفيق والسداد في تحقيق التطلعات المنشودة للمملكة وخلال المأدبة أكد سموه على همية موصلة الجهود لكل ما من شأنه رفعة ونماء الوطن دعينا الله أن يديم على مملكة البحرين أمنها وأمانها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى اشتركوا في القناة